نحن في اتريف خصم الطنق المتابون وحضرت الفضل بعد انتظار ساعتين أدور عشان تنتر تجربت لعبة ماريو أوديسي شوفوا معاي فشوف السلام عليكم عذرونا على التصوير وعذرونا على الصوت الواطي اللي كان في الفيديو هاشكذا قررت نزجل الصوت خارجي عشان وضحكم إياها حين قاد ألعب لعبة ماريو أوديسي وعطونا مرحلتين نختار منهم مرحلة عادية مرحلة فيها زي المدينة مرحلة الصحراء طبعا ميزة ماريو أنه يرمي بالقبة حقته القمبة أو يرمي على أي وحش أو حاجة كده وحاجة ثانية قبعته لما يرمي على مثلا زي ما تشوفون هذي الطلقة قدرت حكم بالطلقة أنا وأيضا أقدر الزر الواي أني أسرع فيها طبعا هذي فيدي بحل الغاز وتجميع النجوم أو هنا ما في نجوم هنا في حطيلك بدل النجوم قمر قمر جمع قمر أتقه حسنا فزي ما تشوفون الحين تشكلت بهذه الطلقة وخطت القمر الأول طبعا كل هذه المرحلة يكون قمر كثيرا جدا كبير بشكل ما تصورونا يعني الدمو ما عطيت حق لأنها عطاني فقط 10 دقائق وأنا كنت تصور الدمو كنت قاعدة تفكر كيف أقدر أصولكم أكثر شيء قدر أسويه طبعا حاجة ثانية أيضا يعني مهما تغلطون في اللعبة هذي تشوفون حاجة جديدة زينا تلاحظون طحت أنا واكتشفت حاجة هنا بذرة البذرة هذي إلى الحين أنا ما أعرفش فايدتها ولا لقيتها فايدة صراحة ولا كان عندي وقت لقيتها فايدة ما علينا خلولكم حاجة ثانية الحين العنصر اللقافة في اللعبة هذي حاجة جدا ممتازة بحيث إذا أنت أصلا كنت واحد ملقوف أنا ملقوف صراحة بالعب هذي أحب استكشف فشفت هذه الفوهة قلت وش يسلم لو طيح خلا موت بشوف كش يسلم لما يموت ماريو فاجأ طحت هنا ولقيت نسف عالم تلجي زي ما تشوفون يعني كنت عالم في صحراء طحت هنا ولقيت نسف عالم تلجي قلت يا ولد وشتى ما في وقت نستكشف هذا لكم فقلت لا 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 خلا أرجع ووريكم الحاجة الثانية بعد لأن هذا عالم جديد ما اكتشفته حتى اللي قاعد يلعب معي اللي قاعد يعرض علي الدمو واستغرب قال لي أنت أول واحد يوصل لهذا العالم ما حدره عنه فقلت اوكي أنا صراحة لقافتي فساعدتني فقرت أن أطلع من هنا ووريكم حاجة جدا رهيبة الحين ووريكم إياها لاحظوا معي هنا تشوفون اللي في الجدار وصار كنا 2D صح؟ لما ندخل هذا البايف شوش يصير؟ حاجة رهيبة صراحة أنا انبهرت لها مش بدلشي صرت كأني ماريو القديمة يعني تحس أنه مجد تعبني في اللعبة والغرافيك جدا رائع ولا تنسوا أن هذه اللعبة على السويتش معنا أن تلعبون على السويتش نفسه او تلعبون على أجهزة او على التفزيون زي ما تشوفون زي ما تشوفون فزي ما قلت لكم تقدم تخطون هذه الطلقات مثلا وأقدر أمشي فيها الحين وأشوف تغط زر السرعة أقدر أسرع وهذه يخليني أروح أماكن جديدة وتوجهت اللعبة إلى عالم مفتوح بحيث أنه عندك عالم مفتوح كبير أو نقول عوالم مفتوحة وكل عوالم مفتوح فيه فلوس خاصة فيه تشتري فيه ملابس الماريو تساعدك في هذا العالم وأيضا تقدر تكتشف أشياء جديدة وأشياء غريبة يعني اللعبة هذي ستكون كبيرة أنا متأكد ضخمة ورح يكون أشياء منوعة فيها وأشياء وأفكار ممتازة شو هذي فكرة إلى الحين عاجبتني فكرة الرسمة على الجدار هذي يعني صراحة حاجة مميزة وللأسف الدم ومدة عشر دقائق فهذا كله يقدر لكم يا أنا خط النجمة هذي شكرا للمتابعة ومع السلامة أعطيكم العافية شكرا للمتابعة للمتابعة